وفقرة مهمة جداً عشان نقرب شوية من أخبار الأهلي ونعرف إزاي الفريق بيستعد لمباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مباراة المجموعة الأولى لدور أبطال إفريقيا لذلك أزهر مباشرة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديداً من ملعب مختار التتش مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حالياً داخل ملعب التتش بالجزيرة محمد مساء الخير عليك ويمكن ده أول تجمع للفريق عاقب العودة من جنوب إفريقيا بعد الراحة السلبية والاستعداد بقى لمباراة المريخ السوداني النهاردة الأخبار إيه بالنسبة لك وشايف مدى الاستعداد خلال الفترة اللي جاية المران المعسقر اللي جاي وحالة اللعيب إن شاء الله سهل الخير محمد تحياتي ليكم لكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل زي ما أنت قلت ده أول تجمع بعد عودة الفريق منذ الأحد الماضي من جنوب إفريقيا بعد أداء المباراة الأخيرة أمام سانداونز في الجولة الرابعة من مباراة المجموعة الأولى من دورة أبطال أفريقيا كان زي ما قلت محمد ده كان التجمع الأول لكن النهاردة الجهاز الفني للفريق يعني فضل إن الفريق لا يخض ميرانو في الملعب ولكن اكتفى به تمرين استشفائي في إصالة الجيم الملحقة هنا بملعب مختار التش بالجزيرة ولو طبعا لحالة الجهاد الشهدية اللي بعاني منها الفريق كان محمد على مدار الفترة اللي فاتت بتتكلم في مطش سانداونز يوم السبت 26 فبراير من بعدها مطش فاركو في اسكندريا يوم 1 مارس من بعدها مطش المريخ الأولين هنا يوم السبت 5 مارس بعد كده كمان بتلعب مباراة جيلة قدام برامة يوم السلساء الثمانية مارس من بعدها السفر طبعا لمدة 11 ساعة لجنوب أفريقيا لملاقات سانداونز في المباراة زي ما قلنا بالجولة الرابعة يوم السبت 12 مارس كمان العودة زي ما انتشوفت 11 ساعة طيران وكمان الطيارة كانت نزفة مطار أسوال للتزود بالوقود كل ده كان إجهاد كبير جدا على الفريق خلال أيام يعني زي ما نقول قليلة الفريق خاض على الكبير جدا مباراة ده سبب إجهاد بشكل كبير وده ممكن كان باين على أداء اللاعبين في مطش سانداونز الأخير في جنوب أفريقيا كان عشان كده الجهاز الفني فضل إراحة اللاعبين النهاردة كمان يكون الميران أو أول تجمع لهم يكون بس ميران استشفائي يمكن معظم اللاعبين ظهروا بحالة كويسة طبعا خاصة بعد فترة الأجازة طبعا الجهاز الفني كان مدي تعليمات للعبين براحة سلبية تمة نظرة لحالة الإجهاد يمكن كمان الجهاز الفني منذ يعني ان شاء الله بداية من الغد هيبدأ بقى برنامج الاعداد العادي جدا لمباراة المريخ يمكن هيكون تدريب الأول والرئيس بكرة محمد ان شاء الله هيكون فيه تمام الساعة الرابعة اللاعبين هيتجمعوا هنا في مقار النادي الأهل بالجزيرة منذ السلسة عصرا وبعد كده من بعدها في الرابعة هيخد الفريق ميرانو الأساسي ان شاء الله كمان يوم الخميس بإذن الله هيكون بقى التدريب الأخير اللي هيكون فيه دايما متعودين فيه أول ربع ساعة من الميران مفتوح أمام جميع وسائل الإعلام وكمان هيبقى ظهرا قبل الميران هيكون فيه الاجتماع الفني ما بين فرقاي الأهل والمريخ هنا في مقار النادي الأهل بالجزيرة وبعد كده هيبقى فيه المؤتمر الصحفي للنادي الأهل وكمان المريخ السوداني طبعا عايزين ننوه والناس كلها أكيد عارفة أن المباراة يوم الجمعة إن شاء الله اللي ستقوم فيه الثالثة مساء على السادة الأهل والسلام هي مباراة المريخ السوداني وليس مباراة النادي الأهلي طبعا نظرا لنقل المريخ السوداني كل مباراةه هنا إلى القاهرة وطبعا فيه بدرة طيبة وتعاون ما بين الأشقاء في النادي الأهلي والسودان ويعني نرى صراحات إدارة المريخ السوداني والجهاز الفني في كل مؤتمر صحفي قبل كل مباراة بيشهدوا بالاستقبال المصري بيشهدوا بحفاوة النادي الأهلي وتسهيل كافة الإجراءات خلال أقامتهم هنا في مصر كمان يمكن على هامش المران كان لقاء مع دكتور رحمل أبو عبل عشان نطمن منه على كافة اللاعبين المصابين في صفوف الفريق يمكن طمننا على محمد هاني طبعا كان بيعاني بكادما يشد فيه العضلة الضامة يمكن الحمد لله محمد هاني بشكل كبير جدا هيكون موجود بكرة فيه المران الرئيسي للفريق هنا في ملعب مختارة تيتشي بالجزيرة كمان كان من فؤاد اللي كان بيعاني من كادما فيه العضلة الأمامية كان الدكتور قال لي عملنا له صنار النهاردة والحمد لله يعني الصنار أثبت أن اللعب نسبة الكادما التعمد بشكل كبير جدا إن شاء الله برضه هيكون موجود في مران الغدن ولكن يعني هيقد مران خفيف مش هيخش في المران بشكل قوي كمان كانت معنا محمود متولى علي محمود متولى من ناحية الطبية هو جاهز تماما للدخول مع الفريق ولكن دلوقتي طبعا في حالة يعني زي ما قلت تأهيل الكروي لمسألة النفس مسألة المرونة والليونة مع الجهاز الفني والجهاز الطبي هنا في النادي لكن هو من ناحية الطبية جاهز تماما كمان صلاح محسن بحب أطمنك وطمن كل جميع النادي الأهلي خلال أيام إن شاء الله هيبقى في الملعب و هيبدأ الجاري الخفيف في الملعب بإذن الله مع بائز وميلو كمان سألته عن أكرم توفيع لنوفي تواصل مستمر مع أكرم قال للحمد لله أكرم بيقدي برنامجه للعلاج والليستشفائي بشكل أكثر من رؤى و يعني عزو لك عحمد الدكتور أحمد بيأكد لي أن أكرم يعني عدل المعدلات المحطوطة لي أو المعدلات الموضوعة لي من قبل الجهاز الطبي هنا في النادي الأهلي و كمان الجهاز اللي بيعني يعني بيشرف على عملية التأهيل قال للأكرم الحمد لله معدل المعدلات الطبيعية والمعدلات اللي كانت موضوعة لي خلال هذه الفترة كمان عمار حمدي بيقدي برنامجه للعلاجي هنا تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي بشكل أكثر من رائعي نتمنى السلامة لكل لعاب النادي الأهلي و يا رب دايما كل لعاب النادي الأهلي يكونوا في حالك و إيسا خاصة زي ما أنت شاء محمد فظل ضغط المباريات عندنا ماتش المريخ يوم الجمعة من بعده هيبقى كمان تجمع المنتخب لعابين هلعبوا الجمعة و تلات مع المنتخب و من بعدها الهلال في آخر جولة من جولات دورة أبطال أفريقيا نتمنى إن شاء الله خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم السلامة لجميع لعاب النادي الأهلي يكون كلهم في أحسن حالة فنية و بدنية و إن شاء الله دايما النادي الأهلي موفق و دايما إن شاء الله في المقدمة و يعد هذه المرحلة الصعبة من دورة أبطال أفريقيا و إن شاء الله يقلل جهود كل اللاعبين و الجهاز الفني والإدارة بالصعود للدور المقبل بإذن الله إن شاء الله زميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي و النهاردة كان موجود في ملعب التيتش بجزيرة عشان نعرف منه كل الأخبار والكواليس المتعلقة باستعداد الأهلي لمبارات المريخ السوداني و النهاردة لنتيجة حالة الإجهاد كان الجهاز الفني فضلا يكون فيه فقرة كده و تدريب استشفائي في صالة الجامع عشان الفريق يستعد و يبقى في ريكوفري واستعداد للفترة اللي جاية